اشتركوا في القناة يعني طلب واعطاء تفسير هنتعلم في الدرس ده ثلاث نقطة أول نقطة كيفية طلب تفسير يعني السؤال عن السبب لماذا وتاني نقطة يعني اعطاء تفسير أو سبب لأن وتالت نقطة اعطاء رد سلبي باستخدام كلمات محددة وهنبتدي زي ما احنا تعودنا بالفوكابولار وهنبدأ بنو مسكولة الأسماء المذكرة قرية بعوضة حشرة الأسماء المؤنسة سؤال سبب إجابي يعني نتيجة بتاعتو كويسة منطق أو سبب منطقي سبب سلبي يعني نتيجة بتاعتو سلبية لابولي سيون لابولي سيون التالووس إن إكسيπليكاتيون إن إكسيπليكاتيون شرحة أو تفسير إن سورتي إن سورتي خوروغة أو فوسحة إن خوازيار إن خوازيار رحلة بحرية إن أممار إن أممار مزيج إن فناتر إن فناتر شبك حركة المروج الأفعال يجد ينسى يغلق يعود ينهي يتنفس لسي يترك أبولي أبولي يتصل سوريبوزي سوريبوزي يستريح سنوية يتضايق دورمير ينهي سورتي يخرج كونتر يعرف كمprendر يفهم يتعلم الصفات بقى وظروف والحروف القرر والتعبيرات أدجكتيف أدفق ببريبوزيسيون إيكسيبريسيون إسي إسي يعني هنا والعكس بتاعها لا يعني هناك أنكور أنكور ما زال أو أيضا سوفون سوفون غالبا توجور توجور دائما ستريسي ستريسي مضغوط أو متوتر فاتيجي فاتيجي متعب أدخلا أدخلا موجود كلك كلك شخص ما كلك شوز كلك شوز شيء ما شيء لوي شيء لوي عنده أو في منزله تو تو مبكرا سي نغمال سي نغمال هذا شيء عادي يشعر بالخوف من في الخارج في كامل لقاته أو في كامل هيئته لأن أتخو متأخرا كده خلصنا الفوكابولار ودلوقتي هنبتدي في أجزاء الدرس أول جزئين في الدرس وهما مرتبطين ببعض إزاي بسأل عن سبب وقوع الحدث وإزاي بجاوب على السؤال ده ديومون ديئدونيئنوكسيبليكاسيون يعني طلب وأعطاء تفسير علشان أسأل عن سبب وقوع حدث ما بستخدم كلمة بوخكوا بوخكوا يعني لماذا بوخكوا تيونو فيانباء لكم باني أفيكنو أنت ليه مجدش معانا الريف يبقى أنا كده بطلب بطلب تفسير عايزك تقولي السبب اللي خلاك ما تجيش معانا الريف وعلشان أجاوب على حد بيسألني بيقول لي لماذا أكيد هجاوب عليه وقول له لأن وبعد كده أقول السبب يعني هعطي تفسير دوني علشان أنا بخاف من الحيوانات يبقى لماذا بتسأل عن السبب يعني لأن بتدي أو بتشرح السبب زي ما احنا قلنا بيجب عديها الجملة كاملة في الصورة اللي قدامنا دي البنت بتقفل الشباك ليه هي بتقفل الشباك في بره نموس يبقى هي بتقفل عشان خايفة من النموس يبقى علشان فيه نموس في الخارج والاتنين دول لابسين لبس ركوب الخيل ولكن مش قادرين يركبوا على الخيل علشان فيه مطر بيبصوا على المطر من الشباك ليه هما مش هيركبوا على الحصان لما جاوب هقول بخس كيل بلو علشان الجاوب يمطر ونلاحظ ان احنا شلنا حرف الأو من كلمة كو وحطينا أبوستخوف عشان إيه البدء بحرف متحرك بخس كيل بلو هنحل مع بعض على الجزئية دي أكتيفتي من كتاب غافو أكتيفتي نميرو 2 وصل المناسب من A بالمناسب من B A عبارة عن أسئلة بدأة ببوركوا والإجابات موجودة في B أول سؤال ليه أنت مجدش معي المدينة يطرها أقول بخس كيل نابا بيان دوغمي علشان هو ما نمشي كويس ولا بخس كيلام لغدو علشان هو بيحب النظام ولا بخس كيل جدواتي غميني مي دي فواغ علشان أنا لازم أنهي واجباتي ولا بخس كيل سيزي ليفا غيف توجوغ وطار علشان تلميزه دايما بيوصله متأخر ولا بخس كيل نوفو علشان هو جديد ولا بخس كيل جوني بفا علشان أنا مش جعن هو بيسألني أنت ليه مجدش معي المدينة يبقى أنا أكيد هرد عليه أقول له علشان أنا كنت مجغول في حاجة يبقى الإجابة المناسبة نميغو سي السؤال الثاني ليه البروفوسير أو المدرس ليه ما كانش مبسوط إحنا قرأنا الإجابات مع بعض والإجابة المناسبة هتكون نميغو دي علشان تلميزه دايما كانوا بيوصلوا متأخر السؤال الثالث هو بيسألني أنت ليه موش عايز طرطة يبقى أنا ممكن أقول له علشان أنا مش جعن نميغو أف السؤال الرابع ليه هو بيرتب قطو كل يوم الإجابة المناسبة في الإجابات اللي احنا قرأناها إن هو بيحب النظام يبقى نميغو بيه السؤال الخامس اللي هو متعب أو مرهق الإجابة المناسبة نميغو أ علشان هو ما نمش كويس آخر سؤال لهو ما عندوش أصحاب في المدرسة الإجابة يبقى إحنا كده عرفنا إزاي بنطلب تفسير أو بنسأل عن السبب وإزاي بنعطي سبب أو بنعطي تفسير بعد كده بقى هنتنقل لآخر وأهم جزء في الدرس وهو إعطاء رد سلبي والمقصود هنا استخدام صيغة النفي علشان نحول جملة من الإثبات للنفي بنحط الفعل بتاع الجملة ولازم يكون فعل متصرف نحطه بين علمتي النفي أو ظرفي النفي يعني مثلا هل يذهب بيه إلى الريف لو أنا هرد رد سلبي يعني هقول لأ يبقى هنفي الفعل بتاع الجملة وهقول هو مش بيروح الريف يبقى أنا هنا حطيت الفعل المتصرف بين علمتي النفي نو و با طيب لو كان الجملة فيها فعلين لما بيكون الجملة فيها فعلين بيكون الفعل الأول متصرف والفعل الثاني في المصدر وفي الحالة دي احنا قلنا النفي بيقى على الفعل المتصرف يبقى احنا هننفي الفعل المتصرف ونسيب المصدر زي ما هو يعني مثلا انت عايز تشرب قهوة لو أنا هجاوب بالنفي هقول انا مش عايز اشرب قهوة ولو أنا قلت انت هتخرج الجملة هنا في زمن الفتور بخوش المستقبل القريب عندي متصرف في المصدر لما باجي برضو اجاوب بالنفي بقول انا مش هخرج اما بقى لو كان الجملة فيها فعل زو ضميرين فاحنا بنحط الضمير مع الفعل بين زرفي النفي يعني مثلا هل هو متنكر في زي طيار هنا الفرب هنحط الضمير مع الفرب بين زرفي النفي ونقول هو مش متنكر في زي طيار وما ننساش ان احنا عند النفي لو الجملة فيها اداة تجزئة او اداة نكرة او عدد بنحولهم يعني مثلا هل يوجد نموس او بعود بالخارج الاجابة بالنفي هقول هنا حولت ولو انا قلت هل تمارس لعبة التنس في الاجابة بالنفي هقول هنا حولت ولو انا قلت هل لديك خمس كتب لما بنيج نجاوب بالنفي برضو بنحول لكن كل دا طبعا ما بيتغيرش لو كان فعل الجملة هو يعني مثلا هل هي مزرعة كبيرة الاجابة بالنفي هسيب اون زي ما هي علشان فعل الجملة وهقول لا هي مش مزرعة كبيرة وبالنسبة للعدد فبيفضل برضو زي ما هو لو كان فعل الجملة هو فيغ بأتغ او يكون عمر يعني مثلا انت عندك خمستاشر سنة لو انا هقول لا هقول نو ما قلت ولكن قلت علشان هو عمر النفي باستخدام دا اسمه نفي كل يعني بننفي الجملة ككل ولكن في كلمات معينة لما بنلاقيها في الجملة بنضطر ان احنا نغير نو با وننفي بشكل مختلف والنفي في الحالة دي بيكون اسمه نفي جزئي يعني بنفي عنصر من عناصر الجملة وبستخدم بدل نو و با اربع كلمات يا اما لا احد يا اما لا شيء لم يعد ابدا اول كلمة من الكلمات دي هي يعني لا احد ودي بنستخدمها لو لقينا في الجملة كلمة يعني شخص ما او اي كلمة بتدل على شخص عاقل يعني مثلا لو قلت هل يوجد احد في الفناء كلمة لو انا هجاوب بالنفي لازم نغيرها لكلمة يبقى هننفي هنا بنو بخصون يبقى هقول لأ ما فيش حد في الفناء يعني ما فيش حد وممكن اقول انت هتخرج مع حد برضو لما باجي اجاوب هشيل كلمة كلكا وحط كلمة بخصون في نفس المكان وبستخدم معاها ظرف النفي الاول اللي هو يبقى هقول انا مش هخرج معا حد يبقى كلمة بخصون بتحل محل كلمة كلكا وبتتحط في نفس المكان اللي هي فيه هنا جت بعد حرف الجر هي كمان جت مكانها في نفس المكان بعد حرف الجر لكن لو جت بقى في اول الجملة يعني مثلا في حد عايز يروح المزرعة لما باجي انفي برضو هشيلها وحط مكانها بخصون في نفس المكان هقول نو بخصون نو فوالي الا فاغن لأ ما فيش حد عايز يروح المزرعة هنا كلمة بخصون جت مكان كلمة كلكا بالضبط ونو محتفظة بمكانها قبل الفعل يبقى بخصون هي اللي بتتنقل في الجملة حسب مكان كلكا بيكون مكان بخصون ممكن برضو نستخدم نو بخصون لو انا هجاوب على سؤال بكي وهنفي يعني مثلا كي فوالي الا فاغن مين اللي عايز يروح المزرعة طبعا لو احنا هنجاوب بالإثبات بنشيل كي ونحط مكانها اسم الشخص يعني مثلا علي لكن لو احنا هنقول ما فيش حد عايز يروح هنشيل كي ونحط مكانها بخصون يبقى بخصون وهنا برضو بخصون جت مكان كي حتى لو كانت كي في السؤال برضو بعد حرف جر هتحل محلها بخصون بعد حرف الجر يعني مثلا انت رايح المزرعة مع مين لو انا هقول مش رايح مع حد هستخدم بخصون بعد حرف الجر برضو مكان كي وهقول وكمان كلمة نو بخصون ممكن نستخدمها في نفي ما يتعلق بالاشخاص حتى لو مش موجود عندي كلمة كلكا أو كي زي مثلا التلاميذ موجودين في الفصل لو انا هقول لأ ما فيش حد هقول نو ما فيش حد في الفصل كلمة بتدل على عاقل حتى لو جمع برضو بنستخدم بخصون بعد كده بقى كلمة نوريا نوريا يعني لا شيء وهي زي نو بخصون ولكن الفرق ما بينهم ان هي بتنفي غير العاقل يعني بتنفي كلمة كلكي شوز كلكي شوز يعني لا شيء انت هتعمل حاجة لا انا مش هعمل حاجة الجملة هنا في الزمن الفتيو بخوش يعني في فعلين فيغ بقى لي متصرف وفيغ بفير الانفينيتيف هنا هننفي الفعل المتصرف وهنحطه بنو غير يبقى هقول نو أنا مش هعمل حاجة لكن لو كلكي شوز قد في بداية الجملة زي ما كنا بنقول بخصون نو برضو هنا هنقول يعني مثلا في حاجة سقطت على الأرض هقول نو غيان ني توم بي بار تير ما فيش حاجة وقعت على الأرض وبرضو بنستخدم نو غيان لو احنا هنجاوب على سؤال معناه ماذا يعني باستخدام كلمة كو أو كسكو أو كوا التلاتة بمعنى واحد لو احنا هنجاوب بالنفي على السؤال ده بنستخدم نو غيان لانه بيسأل عن غير عقل يعني مثلا كسكو تيو فار انت هتعمل ايه لما نيجا نجاوب هنقول انا مش هعمل حاجة وبرضو ممكن نستخدم نو غيان من غير وجود كالكي شوز لو في عندي في السؤال كلمة بتدل على غير عقل زي مثلا لو قلتلك انت لقيت حاجتك هتقولي لأ انا ما لقيتش حاجة بعد كده بقى كلمة يعني لا ابدا ودي بتنفي الاحداث المتكررة يعني مثلا لو لقنا في الجملة كلمة غالبا كل دول بنستبدلهم ب انت بتروح دايما الريف السؤال في كلمة يعني دائما لما بنيجي نجاوب بالنفي بنستبدل كلمة يعني هنقول انا ما بروحش الريف ابدا وكمان ممكن استخدم للاجابة على سؤال يعني متى للدلالة على النفي القاطع يعني هو بيقول لي انت بتروح امتا بقول له انا ما بروحش ابدا هيقول لي مثلا انت بتروح الريف امتا عايزة اقول له انا ما بروحش ابدا هقول له انا ما بروحش الريف ابدا وممكن كمان استخدم no jamais من غير كلمة من الكلمات الدالة لو هو بيسألني سؤال فيه عادة متكررة زي مثلا انت بتخرج في المساء يعني انت متعود ان انت بتخرج في المساء هقول له لأ أنا ما بخرجش أبدا في المساء يبقى هقول له يبقى بتدي معنا النفي التام أو النفي القاطع لا أبدا بعد كده بقى كلمة لم يعد ودي بننفي بيها كلمة يعني مازالة يعني الحاجة كانت موجودة وبعد كده ما عادتش موجودة لم يعد انت لسه تعبان أنا كنت تعبان وهو بيسألني هو التعب لسه موجود هقول له لأ خلاص ما عادش موجود يبقى هقول له لا خلاص أنا ما بقتش تعبان وممكن كمان أستخدمها بدل كلمة ولكن هنا بمعنى يعني انت عايز عايز واحدة كمان هقول له خلاص أنا ما عنتش عايز يبقى هقول له أنا خلاص ما عنتش عايز منه تاني يعني بتدل على الاكتفاق أو عدم الرغبة في المزيد يبقى الكلمات اللي بنستخدمها في النفي الجزء هي لا أحد ودي بتحل محل كلمة كلكا شخص ما أو كي من للعقل وكلمة نغيا يعني لا شيء ودي بتحل محل كلمة كلكشوز أو كو ماذا وكلمة نو بلو لم يعود ودي بتحل محل كلمة أون كو مازالة أو أوتر آخر وكلمة نو جامي أبدا ودي بتحل محل كلمة توجو دائما أو سوفو غالبا أو كالكفو أحيانا أو باخفو أحيانا أو الإجابة بالنفي على سؤال بكو يعني متى هنحل مع بعض بقى اكتيفتي نميغو A من كتاب بغافو بوج تخوى سنتخوى تلتمية وتلاتة شوازي ستيلة بون غيبونز اختار الإجابة الصحيحة السؤال نميغو A جوني في نقاط ألو بيغا أنا مروحتش الأوبرا أحط مكان النقاط توجو دائما أو جامي أبدا أو غيا شيء أو بخصون أحد أنا مروحتش الأوبرا يبقى أكيد مروحتش أبدا جامي نميغو B السؤال الثاني هو مش عايش في باريس أحط مكان النقاط بخفو أولا بخصون أولا غيا ولا بلو هو مش عايش يبقى الإجابة المناسبة أنه هو ما عادش عايش يبقى هو ممكن كان يكون عايش في باريس قبل كده ودلوقتي لم يعود يبقى السؤال الثالث هما مش بيروحوا المكتب في سيارة أحط مكان النقاط توجو ولا بخصون ولا غيا ولا جامي هما مش بيروحوا يبقى الإجابة المناسبة أكيد جامي نميغو D السؤال الرابع مش موجود إيه في الفاصل مش موجود على الإطلاق ولا بلو لم يعود ولا بخصون أحد ولا جامي أبدا اللي بيكون موجود في الفاصل بيكون تلاميذ يعني أشخاص عاقلين يعني هنفي بنو بخصون يبقى نميغو C بخصون السؤال نميغو 5 خمسة أخويا مش بيلعب تنس أحط مكان النقاط غيا ولا توجو ولا سوفون ولا جامي هو بيقول هو مش بيلعب يبقى هو مش بيلعب أبدا نميغو D ده كان آخر جزء في الفيديو بتاعنا النهاردة وكده خلصنا الدرس التاني من الواحدة التالتة وبرحب بكل أسئلتكم واستفسراتكم ونتقابل تاني فيديو جديد مرسي اوغووووار